تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون من توقيف 14 شخصاً وذلك الاجتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التجار الدولي في المخدرات والمؤثيرات العقلية وحيازة أسلحة نارية كما تم حجز 5.8 أطنان من مخدر الشيرة في هذه العملية سكينة إدريسي تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون بتنصيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصارح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أمس من توقيف 14 شخصاً من بينهم شخص موريطاني وآخر من جنسية سنغالية وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية وحيازة أسلحة نارية وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث والتفتيش المنجزة في هذه القضية بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 30 كم عن مدينة العيون في تجاه السمارة أسفرت عن حج سلاح كالاشينكوف وثلاث خزنات تضم 66 عياراً نارياً وبندقية صيد و114 خرطوشة فضلاً عن العثور على 216 رزمة من المخدرات يناهز وزنها الإجمالي 5 أطنان و894 كيلوغراماً من مخدر الشيرة وأضف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش والتمشيط الميداني مكنت أيضاً من العثور بحوزة المشتبه فيهم على أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة وعوة غاز مصيل للدموع ومنذار وهاتفين للاتصال عبر الأقمار الإصطناعية وجهاز لرصد المواقع ولوحة ترقيم مزيفة وثلاثة سيارات رباعية الدفع علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات الاتجار الدولي في المخدرات وقد تم بحسب البلاغ إخذاع المشتبه فيهم الموقوفين لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين فضلاً عن رصد الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية على الصعيدين الوطني والإقليمي وختم البلاغ بأن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وكل صور الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية الحديث حول هذا الموضوع نربط لاتصال بالسيد حسن أبو الذهب والي أمن العيون أهلاً بك سيدي أهلاً وسهلاً شكراً على الاستضافة مرحباً بداية سيد أبو الذهب لو تقربنا من طبيعة هذه العملية وامتداداتها على مستوى التهريب الدولي للمخدرات أولاً لا بد من الإشارة أن هذه العملية يتعتبر نتاج عمل مشترك ما بين المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني وهذا العمل يندرج في إطار استراتيجية العامة التي سطر هدافها وحدد معالمها السيد المدير العام للأمن الوطني والخاضية بمحاربة كافة أشكال الجريمة بصفة عامة والاتجار الدولي في المخدرات بصفة خاصة بالنسبة للعملية موضوع اللقاء وأنه بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنصيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي وبحضور الفرقة الجهوية للتدخول والفرقة السينو تقنية من الانتقال إلى منطقة تبعد بحوالي 30 كيلو متر باتجاه جنوب العيون حيث أمكن من إيقاف 14 شخص من ضمنهم شخص من جنسية موريطانية وشخص من جنسية سينيغالية المعنيين بالأمر تم إيقافهم للإجتباه في ارتباطهم في شبكات تنشط في مجال الاتجار في المخدرات والمؤترات العقلية وحيازات أسلحة نارية فالإجراءات الأولية والتفتيشات التي قامت بها المصالح الأمنية المختصة مكنت من إيقاف من حز في بداية الأمر سلاح ناري من نوع كلشنيكوف وحز ستوستين خرطوشة بالإضافة إلى بندقية صيد و114 الخرطوشة كذلك بالإضافة إلى ثلاثة خزانات هذه خاصة بالسلاح أرشاش مواصلة للأبحاث والتحريات في نفس الموضوع تم الكشف في مخبأ تحت أرضي على كمية من المخدرات والتي يقدر عددها بـ 216 لرزمة بعد عملية الوزن تمكننا من الحصول على 5894 كيلوغرام من مخدر الشراء في نفس الإطار تم حجز أسلحة ضيضة كذلك هواتف نقالها التي بلغ عددها 22 هاتف نقال وجوجد الهواتف خلوية بالإضافة إلى أسلحة ضيضة ومعدات تستعمل في التهريب الدولي للمخدرات لا بد هنا من الإشارة أن هذا العمل هذا العمل الميداني كما سبق أن قلت هو يندرج دائما في إطار الاستراتيجية أو السياسة الأمنية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني حيث تمكنت من إنجاز يعني منظومة أمنية أخذت بفعاليات أو بفعاليات وآليات متطورة سواء على مستوى الإجراءات الأمنية الوقائية في نفس الإطار سيد أبو الدهب المصالح الأمنية بالأقاليم الجنوبية تمكنت خلال الأشهر الماضية من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية ضمن سلسلة من العمليات النوعية كيف تقيمون حصيلة هذه العمليات في إطار مكافحة الجريمة بكل أنواعها وخاصة المنظمة والعابرة للحدود في مجال التجارة الدولي بالمقدرات وما هي أبرز مرتكزات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الإطار نعم نعم شكراً والتعالى أن الاستراتيجية الأمنية التي تتمدها المديري العامة للأمن الوطني في محاربة كل أشكال الجريمة بما فيها وعلى رأسها الاتجار الدولي في المخندرات هذه الاستراتيجية يعني تواكب كل التحولات وكل الانتجاهات العلمية والنظرية ومحاكاة التقدم التقني والتكنولوجي وكذلك في تطوير خدرات العنصر البشري وتحديد الأجهزة والآليات الأمنية في إطار من التعاون المتبادل والمنى بين دول المجتمع الدولي فبكل ما يكفل يعني تفاعل وتبادل المفاهيم والأفكار الأمنية القادرة على مواجهات جميع الجرائم بما فيها الجرائم الاتجار في المخندرات بالنسبة للأقالي من الجنوب وخاصة محاربة المخندرات لمس ليست هي هذه العملية الأولى فقد تمكننا خلال هذه السنة من حز ما يقارب 30 طن من المخندرات وهذه استراتيجية ليست مركزة على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد الوطني السيد حسن أبو الذهب والي أمن العيون كنتم معنا مباشرة من العيون شكرا لكم على كل هذه التوضيحات